مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب الإيمان المسيحي هو إيمان مؤسس على كلمة الله على الكتاب المقدس فالكتاب المقدس هو الدستور الوحيد للإيمان والأعمال هو كلمة الله الموحى بها من الله هو كلمة الله التي كتبها أناس الله القدسين مسوقين من الروح القدس إيمانا أن الكتاب المقدس موحى به من الله هو أيضا إيمانا بأن الكتاب المقدس معصوم هو كلمة الله هذا المكتوب الذي منذ البدء وهو موضوع الهجوم من إبليس وأعوانه ففي الخليقة عندما خلق الله الإنسان وخلق آدم وحواء أول تحدي كان من إبليس لحواء هو أحقا قال الله إنه يبدأ بالتشكيك في كلمة الله وإلى يومنا هذا ما زال هذا الصوت يدوي في كل وسائل التواصل الإجتماعي وعلى شاشات التلفزيون أحقا قال الله أحقا الكتاب المقدس هو كلمة الله أحقا الكتاب المقدس هو الكلمة التي قالها الرب أو ساق الرب أنبيائه وقدسيه أن يكتبوها ويوجد الكثير من الطعن الكتاب المقدس هو أكتر كتاب تعرض للطعن والنقد على مدار التاريخ لا يوجد كتاب على وجه هذه المسكونة تعرض للطعن كما تعرض الكتاب المقدس كل أنواع النقد التي تعرفونها والتي لا تعرفونها مورست على الكتاب المقدس النقد العالي النقد النصي النقد الشكلي النقد التاريخي كل أنواع النقد اتعرض لها الكتاب المقدس لكن مزال الكتاب المقدس هو أكثر كتاب مبيعا على مستوى العالم بل هو أكثر كتاب طباعة على مستوى العالم بل هو أكثر كتاب ترجمة للغات العالم المختلفة شكده هبدأ مع حضراتكم سلسلة عن الكتاب المقدس قد تكون يعني شوية فيها مادة أكاديمية ممكن تشعرنها يعني جافة لكن أعتقد أنها مهمة ونفعة لنا هذه الأيام وبالأخص للأجيال التي تبحث والأجيال التي تفتش وتريد أن تجد أسئلة متعلقة بالكتاب المقدس هبدأ أتكلم عن كيف كتب الكتاب وكيف وصل إلينا الكتاب المقدس وأكلم في حلقات أيضا قادمة عن مخطوطات الكتاب المقدس ما هي مخطوطات الكتاب المقدس وما هي أهم مخطوطات الكتاب المقدس وأتعرض للسؤال ما هو أو ما هي الاختلافات بين المخطوطات وكم هذه الاختلافات وهل هذه الاختلافات بين المخطوطات تؤثر على العقيدة المسيحية سلبا أو إجابا أو هل هذه الاختلافات هي اختلافات تلغي عقيدة من العقائد المسيحية المهمة وهتكلم أيضا عن كيف جمع وكيف صار الكتار المقدس وحدة وحدة وقانونية الأصفار هتكلم عن أيضا هل تم تحريف الكتار المؤدس وما هي النصوص التي يعني يهاجبنا البعض بخصوصها اختلافات بين المخطوطات متعلقة بنصوص في الكتار المؤدس هي تكون سلسلة أنا مش عارف لحد الوقت هي تبقى كام حلقة لكن على الأقل عندنا أربع أو خمس حلقات مرتبطة بالكتار المقدس هبدأ النهاردة بكيف كتب وكيف وصل إلينا الكتار المقدس ليوجد كتاب زي ما قلت اتكتب فيه وفيه مخطوطاته وفيه نقد مخطوطاته كالكتار المقدس فيه كتاب واحد بس من فترة قريبة اتكتب عن مخطوطات القرآن كويس كتاب واحد بس وكتبه شخص عزيز أحترمه وأقدره وأعرفه شخصيا وهو الباحث يمكن الباحث العربي الوحيد المغربي المتخصص في مخطوطات القرآن وهو محمد الامسيح كويس والكتاب ذو قيمة كبيرة ليس فقط في محتوى لكن أيضا حتى الطريقة التي كتب بيها والوراء الذي استغدم في تبعته والألوان التي نراها في الصور المختلفة فهو كتاب له قيمة كثيرة لكن صدور هذا الكتاب جعل بعض الإخوة المسلمين يولولون يولولون ويبكون كويس والبعض عول ما يعني هو طول الوقت عمال ينتقد الكتاب المؤدس ومخطوطاته وأول لما طلع الكتاب ده النقد الوحيد اللي أقدمه أنه قاعد يشتم فيه كاتب إيه؟ كاتب الكتاب وعش كده هبدأ بالفيديو هبدأ بالفيديو بيعريكوا إنه قد إيه الإخوة المسلمين أي نقد يوجه لكتابهم اللي كتابهم بيهزهم كويس إحنا بقلنا في مخطوطات الكتاب مؤدس دي بقلنا أكتر من من أول الإصلاح من أول يعني تندل وترجمته وبعدين جمع المخطوطات اليونانية هم بتكلم على أكتر من خمسمائة سنة كويس لكن خلينا نشوف الفيديو والكتاب ده أنا بشجع حضراتكم فعلاً اللي يقدر يقتني يبقى كويس أوي في مكتبته سواء باحث مسلم أو باحث من الإخوة المسيحيين لكنه كتاب يعتبر أنا في نظري أروع كتاب كتب عن مخطوطات الكرآن في الوقت الحال خلينا نشوف الفيديو قبل ما أدخل حاجة كده فكاهية شوية نبدأ بيها الموضوع بتاعنا قبل ما ندخل في الجد شوية كان كلمني عن كتاب الشخص اللي اسمه محمد المسيح ولا المسيح محمد مش عارف يمتق اسمه يعني مش عارف الاسم تكتاب الشخص اللي اسمه محمد المسيح ولا المسيح محمد في شخص كده كان عمل من فترة قريبة أنه هو نزل كتاب بيتكلم فيه عن المخطوطات القديمة القرآن الكريم وصلني الكتاب متصور في حد تصوره وبعتهولي سواني حد صور له كتاب وبعتهوله معينه قادر ان يشتريه لكن احنا عندنا الكابيرايت طبعا حقوق الطبعة دي مش موجودة في بلدنا نهائي يعني ده المفروض اذا كان الاسلام بيعلمك الامانة العلمية فانت الامانة العلمية مش ان انت تنسخ كتاب وتصوره امانة العلمية تتطلب انك تقتنى الكتاب او تروح مكتبة موجود فيها الكتاب خلينا نكمل كم من الجهل كم من الجهل فضيع هو مسمي نفسه محمد المسيح وهو اصلا شخص نصراني واجهل ما يكون شخص زي ده جاهل بابجديات المصطلحات المتعلقة بنقل القرآن حد بالمستوى الساقط ده مفروض نخاف منه سبحان الله اه بجد لاحد يعني شفته هو ده الرد اللي عنده شخص جاهل شخص نصران هو على فكرة من اسرة مسيحية وكاتب من اسرة اسلامية سوري مسلم ورجل امه وكانت بتقرأ بتقرأ القرآن بقراءات مختلفة وإلى اخره هو كاتب قصته حتى في بداية في بداية الكتاب وانه نشأ في بيت اسلامي وهو عالم مغربي معروف لما كانتو في مخطوطات القرآن لكن هي ده هو ده الرد الاسلامي انه دايما على طول يشتم ويسبل قدامه ويوجه له السباب وما يقدمش اي ردود عقلانية على اللي بيتقال في الكتاب انا هاجي للكتاب ده واحنا في الطريق هتعرض لبعض الحاجات في هذا الكتاب لكن خلوني ابدأ بموضوعنا المهم كيف كتب وكيف وصل إلينا الكتاب المقدس الكتاب النهاردة اللي أنا بين ايدي ده الكتاب المقدس وممكن احصل عليه بترجمات مختلفة وممكن احصل عليه بلغات مختلفة كيف وصل إلينا هذا الكتاب اللي هو ستة وستين سفر تسعة وثلاثين في العهد القديم وسبعة وشين في العهد الجديد كيف وصل إلينا ازاي وصل إلينا هل الكتاب المقدس دوا في يوم وليلة كان بهذا الشكل ام انه في هناك مراحل مر بيها الكتاب المقدس ابدأ اولا بكيف وصل إلينا الكتاب المقدس الكتاب المقدس لم يصل إلينا نازلا ومكتوبا من السماء يعني احنا ما عندناش الفكر الإسلامي وأشكر ربنا نحن ما عندناش هذا الفكر الإسلامي كويس اللوح المحفوز والآخر الكلام ده الكتاب ما نزلش من السماء ما نزلش بالشكل ده مل إنوش كده نازل من السماء جايبوا ملائك من الملائكة ومطبوع وقالوا لنا خدوا هذا هو كلمة الله اقرؤوها وعملوا منها نسخ ووزعوها ما حصلش كتاب تكتب على فترة طويلة من الزمن تتعدى الألف وربعمائة سنة الكتاب تكتب في ثلاث قرات في آسيا أفريقيا وفي أوروبا الكتاب أيضا كتبوا أكتر من أربعين كاتب على مدار التاريخ كتبوا أنبياء اشترك في كتابته ملوك رسل المسيح تلاميذ المسيح وإلى أخر وإلى أخر وإلى أخر وإلى أخر كتب فالكتاب المؤدس هو تجميع لكتب كتبها أناس الله القدسون ماسوقين من روح القدس وخد وقته طويل جدا لكي ما يصل إلى شكله النهائي اللي بين إيدينا النحاد فالكتاب لم يصل إلينا نازلا مكتوبا من السماء الكتاب لم يصل إلينا كوحدة واحدة يعني كل الستة وستين سفر ما نزلوش كده مرة واحد زي ما قلت في زمن واحد وفي مكان واحد لكنه كان فرق ما بين أصفار وأصفار مئات السنين يعني لما أقول مثلا ما بين أصفار العهد الجديد وما بين الأصفار التوراء أو الأصفار موسى الخمسة أنا أتكلم على حوالي أكتر من 1400 سنة أنا أتكلم عن داود المزامير أنا أتكلم على ألف سنة قبل الميلاد يعني فالفترات الزمنية كانت فترات كبيرة جدا استغرقها أنه يصل الكتاب إلى كل هذه الأصفار المتعددة عشان نقدر نفهم عشان نقدر نفهم ناخد حركة واحدة واحدة ونقدر نحن يعني نستوعب مع بعض لأنه أوقات كتيرة للأسف بالأخص المسيحيين اللي عايشين في المجتمع الإسلامي أوقات كتيرة غصبنا عننا بنفكر بالطريقة الإسلامية وبتكون نظرتنا للأمور هي نظرة إسلامية حتى أوقات كثيرة نظرتنا لكتاب المؤدس هي نظرة إسلامية لكن لازم نفهم المفهوم المسيحي سواء عن كتاب المؤدس أو عن قائدنا المسيحية أي كتاب أي كتاب بيمر بمراحل متعددة يعني أنا يوم ما طبعت هذا الكتاب المسيح من هو كويس مش في يوم وليلة الكتاب ده وانا خلص الكتاب ده مر بمراحل متعددة مر بمراحل متعددة أول مرحلة هي مرحلة الكتابة الكتابة إنه الواحد يعد ويكتب وقد تستغرق الكتابة سنة قد تستغرق لما الواحد مثلا بيكتب البي اتش دي مثلا على الأقل بيعد سنتين في البحث والكتابة كويس ممكن واحد يكتب كتابه خلال شهر ممكن شهرين حسب نوع الكتابة أو يعني لو واحد بيكتب شعر أكيد القصائد ممكن يعني في قعدة يكتب قصيدة لكن بعد أسبوع أسبوعين تجيلوا فكرة تانية ويكتب قصيدة تانية على مدار وقت قليل ممكن يكون عمل مجموعة من القصاد أو الروايات أو إلى آخره كل كتاب ومضمونه بيحدد كمان زمن كتابته كتب في قد ايه كويس لكن مرحلة الكتابة دي أول مرحلة الكتاب لما بيتكتب أنا بكتبه على الأيام دي بكتبه على كمبيوتر من عشرين سنة لما كنت بكتب حيات كنت بكتبها على التيربرايتر على الألة الكتبة كويس وطبعا كلنا اللي يمكن في سن يعرف يعني ايه الألة الكتبة ويعني ايه لو غلط في حرفه ويعني ايه الوايت إريزر أو اللي كان الكوريكتور اللي احنا بنستخدمه علشان نشيل بي حرفه أو كلمة ونكتب فوقيها إلى آخر الأساليب الكتابة كويس كتابة وبعدين بيجي مرحلة النشر أنا كتبت الكتاب كويس ومقتنع بيه ورجعته فبيجي مرحلة ايه النشر publication أنا بيدور على دور نشر أو دور نشر بتتفق معايا أو بديل دور نشر أو ريفر أنه أنا الغرض أن أنا أحطه في صورة كتاب أنه يطلع للناس ده الغرض كويس وبعدين بعد كده بتيجي مرحلة الطباعة مرحلة الطباعة بنسميها transmission مرحلة الانتقال الانتقال من أنه ورق مرتبط بيه خاص بيه أنا إلى أنه هتحط في صورة كتاب أو ورق يوزع يبقى للعامة للناس مرحلة الطباعة ممكن أطبعها ألف نسخة ممكن أطبع ألفين ممكن أطبع تلاتة ده أنا بكلم في العصر الحديث زمان ما كانتش الأرقام دي كده كويس زمان إذا أنت عملت شيء وكتبته بيتاخد نسخة نسخة مع الوقت وبعدين بتجي مرحلة التوزيع النهاردة في دورناشر في مكتبات في الناس هتاخدوا كتابك وهتوزعه هتودي للعالم العربي هتوديه فين إنما زمان ما كانش في هذا لكن كانت بتنتقل الكتابات من خلال شخص إلى آخر خلال سفرياتهم والأماكن اللي بيروح فيه لكن ده اللي بيمر بيه أي كتاب أي كتاب قديم أو أي كتاب حديث أي كتاب قديم أو أي كتاب حديث يعني يوم موسى كتب التوراة ربنا قال له كويس أي ملك يجي أي ملك يجي لابد أن ينسخ ينسخ ويعمل نسخة من التوراة دي علشان يعرف الأحكام التي ينبغي أن يحكم بها كويس فيعني ده اللي موجود طيب أخذ مداخلة وهرجع أكمل مع حضراتكم أهلا الأخ أحمد أهلا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بيك أنا شفت جزء بس من اللايف كده وكنت عايز بس يعني أتدخل مع حياتك مداخلة صغيرة فضل هو فيه اختلاف عن الكرآن والكتاب المقدس حالك ممكن ما تكونش أخذ بالك منه تفضل الكرآن هو مش عبارة عن مخطوطات وكلام بس بيكتب في ورقة الكلام اللي بيكتب في الورقة والمصاحف ده احنا بنعلم بيه الأطفال بتوعنا الأطفال الزغيرة يعني بنحطه في الكتاتيب وفي المساجد عشان نعلم بيه الأطفال نعلمه القراءة والكتابة من المصحف بتبقى ازاي لكن الكرآن ده محفوظ احنا بنصلي خمس صلوات منهم ثلاث صلوات جهرية يعني ايه ثلاث صلوات جهرية الثلاث صلوات الجهرية دول اللي هم الفجر والمغرب والعشاء الثلاث صلوات دول احنا بنقرأ الفاتحة وبنقرأ متأسر من القرآن بنصلي صلوات الترويج القرآن ده محفوظ محدث بيصلي من مصحف حضرتك بس اسمعني اللي آخر وانا مع حضرتك اللي آخر مفيش مشكلة عشان حضرتك ايه تيجي تقول لس لمخطوطات الكرآن لا حضرتك ما تسقطش يعني ايه يعني انت حاج بتعمل اسقاط اسقاط للشبهات بتاعت المسلمين على الكتاب المقدس وبتيجي تعمل اسقاط بنفس الطريقة على الكرآن الكريم وده ما ينفعش انت حضرتك شوف طريقة تانية يعني شوفوا صوت تاني اوكي اسألك سؤال انت حضرتك دلوقت انت حضرتك ثانية واحدة بس انت حضرتك سمعت عن حاجة اسمها القرآن المنحول زي الاناجيل المنحولة اللي الكنيس ما بتعترفش بيها سمعت عنها قبل كده مفيش اوكي عارف ليه عارف ليه عارف ليه كل الاختلافات اللي كانت موجودة في النسخ القرآنية زمان اتجمعت هذه النسخ واحرقت بوسطة عثمان وتم عمل نسخة واحدة وهي دي اصبحت النسخة المعتمدة كويس انت معندكش حضرتك لا تمتال سوائن انت بتتكلم دلوقتي على القناة وبتتكلم له ونسخ كتير سمعي حضرتك لا تمتال ماشي لحضرتك لا تمتال النسخة التي دونت ايام رسول الاسلام او ايام ابو بكر او النسخ التي او القرآن اللي تكتب حضرتك فين النسخ فين هذه النسخ انت كنتك ما سمعتش اللي انا قلته بتعمل اسقاط على اللي انت دي وجه نظر الكلام التشبهات اللي بتتردى عليك لا مش وجهة نظري انت ما سمعتش انا قلتلك ايه انا قلتلك ان ما كانش ما كانش حد اصلا عايز يكتب مصحف الكرآن ده بيتحفظ انت قتلي كام واحد مسيحي حفظ ربع الانجيل او نص الانجيل او صفحتين تلاتة من الانجيل ما فيش واتحدك ان يطلع حد مسيحي دلوقتي لايف يطلع دلوقتي لايف من غير الكتاب يطلع كده بصورته من غير الكتاب المقدس ايه الضامن اللي عندك انه اللي انت حفظته هو نفسه اللي كان موجود قبل عثمان اديني ضامن واحد الديني ضامن واحد ديني ضامن واحد حفظناه كابر عن كابر انت ما بجيش دلوقتي لوحدك وانت نايم بتحلم بكتور انت بتحفظه على ايه شيخ افاهمك بس سواني سواني بس انت على فكرة خليك معايا واحدة واحدة انت ايش ضامنك اللي انت حفظته دوان هو نفسه اللي كان ايام الرسول انت معندكش انت عندك النسخة اللي كتبها عثمان وحتى النسخة اللي كتبها عثمان مش موجودة موجود نسخ منها فايش ضامنك اللي انت حفظه دو هو حفظت الصح انا هقولك بقى هقولك بقى اللي ضامنني بقى اللي ضامنني ان احنا بمضحفظش القرآن من الورق القرآن بيتحفظ من الشيخ يعني مثلا كيف هاي عين صاد طب الشيخ ده حفظه منين ماه شيخ ده حفظه منين اسمعني بقى اسمعني بقى انا اسمعتك أنا سمعتك بقى كيف هاي عين صاد ألف لام ميم في الكتاب ألف لام ميم ألف لام را أنت قنون أنت الكلام ده كله أنت لو مسكت المصحف أنت كراجل ما بتعرفش حاجة في القرآن الكريم وراجل مش مسلم أو راجل غريم ومسكت كتاب عربي وانت بتعرف تكره عربي وفتحت الكتاب كده وبسيت هتقرأها إيه هتقرأها كيف هاي عين صاد مش هتقرأها كده يبقى احنا حفزنا المصحف ده حفزناه من المصحف من الورق لأ لأن من عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان بيقرأ الكرآن دوت في الصلاة والمسلمين كانوا بيقول وراه ولو واحد أخطأ التاني مش هيخطي الكرآن ده تجمع كانوا تلاتة وكان على يد النبي عليه الصلاة والسلام وتكتب قدام سيدنا النبي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبص ويقوله لأ هنا ده لاقص كذا ده مش مكتوب كذا الكلام ده ينفع في الوسط الإسلامي إنما المسيج تتكلم على وسط أكاديمي كلام ده ما ينفعش تفعش تقول لي إنه أصله آه إحنا حفظينه كده بالشكل دو لأنه حفظه من الشيخ وشيخ وضعه أفهمك شكرا شكرا على اتصالك كويس زي ما قلت إنه أول لما تلمس مخطوطات القرآن تلاقي يعني وعلى فكرة محمد المسيح حامل حلقات عن هذا الموضوع موجودة على اليوتيوب كل الكتاب ده موجود على اليوتيوب اللي يحب إنه يتابع معاه ويقرأ معاه ويتعلم ويتعلم منه كخبير في مخطوطات القرآن أنا مش خبير في مخطوطات القرآن مش موضوعي كويس فأولت زي ما قلت إنه أي كتاب بيمر بهذه المراحل أي كتاب لازم يمر مرحلة الكتابة مرحلة النشر مرحلة الانتقال الترانسميشن ومرحلة التوزيع طيب كيف كانت تنشر الأفكار قديما زمان بقى الأفكار كانت بتنشر إزاي مش بس القرآن كويس عشان هو الجزء ده يمكن هيعجب المتصل أحمد لكن الأفكار عموما زمان كانت بتنتشر إزاي أنا عندي فكرة أعيز أنشرها عندي قصيدة أعيز الناس تعرفها عندي شيء أعيز أقوله للناس كويس قديما كانت غالبية الأفكار والتعليم تنشر أولا شفويا وبعضها كان يكتب على الورق معظم الأفكار معظم القصائد معظم التعليم الفلسفية معظم الفلاسفة العظماء القدام كانوا كل تعليمهم ينشروها أولا شفويا وعلى فكرة الناس كان عندها القدرة على الحفظ غير الأيامتي لأنه اللي هيتقال هم عارفين أنه مش هيبقى موجود على نص ومش هيقدروا يمتلكوا هذا النص حتى لو كتب الأفكار دي في كتاب الناس مش هتقدر تشتري المخطوطة ولا تقدر تنسخ مخطوطة ولا تقدر تحتفظ بمخطوطة كويس فكانت كل التعليم على مستوى العالم كله من أسيا للشرق الأوسط لغيره حتى في مصر القديمة كانت معظم التعليم تنشر شفويا وبعدين إذا فيه إمكانية الكتابة بتكتب بتكتب تكتب على الحجارة تكتب على بردي حتى عمر البردية افتراضا لو هتستخدمها مش هيزيد عن 60-70 سنة لو أنت هتستخدم البردية دي هتقرأ منها ده العمر الافتراضي بعدها خلاص لازم يا أمة تنسخها لأنك مش هنفع تستخدمها تاني كل القصائد والتعليم الفلسفية العظيمة القديمة نشرت شفويا قبل أن تكتب عشرات أو مئات السنين وذلك لسببين سبب الأولاني هو أنه الغالبية العظمى من سكان العالم لا يعرفون القراءة والكتابة لا يعرفون القراءة والكتابة كويس احنا نهاردة في بلاد تفوقت بأنها جعلت 100% من سكانها يعرفون القراءة والكتابة في مصر احنا لسه قدامنا طويل يمكن نسبة الأمية ما عرفش يمكن كام 60% من الشعب المصري الذي لا يعرف الكتابة والقراءة كويس فهؤلاء نسبة الأمية زمان كانت بتعدد 90% عدد قليل جدا من الناس اللي كان ممكن يقرأ ويكتب عشر تعلم القراءة والكتابة لا بد أن أنت تكون من عائلة كبيرة ولا بد أن أنت تكون قادر ماديا ولا بد أن أنت كذا وكذا وكذا الناس كلها مش نفس المستوى كويس فالناس كانت بتحفظ الطريقة الوحيدة للتعليم الطريقة الوحيدة لمعرفة الفكر هو أن أنت تحفظ كويس الحاجة الثانية التكلفة الباهزة جدا لعمل مخطوطة يعني يعني مش بس أنه أنا الأمية منتشرة لكن كمان القادر ماديا هو اللي هيقدر يعمل مخطوطة الغير قادر لن يستطيع كويس لأنها كانت تكلفتها كتير نهاردة نهاردة أنت على الآيفون تقدر تنازل أي كتاب تقدر أن أنت تقرأ أي قصيدة تقدر أن أنت تطلع على كل الأخبار والجرائد الجرائد الأخبار على مستوى العالم تستطيع بكل لغات الدنيا أنك تعمل كده زمان ما كانش العالم بهذا الشكل طيب أقول لكم مثال على ذلك مين فينا يعرف هو ميروس هو ميروس الشاعر الإغريقي العظيم اللي كتب أعظم ملحمة يمكن في التاريخ البشري الإليازة والأودس كويس هذا الشاعر الإغريقي اللي عاش في القرن التاسع قبل الميلاد لما قال الملحمة بتاعته دي القصيدة بتاعته دي العظيمة قالها شفاويا والناس حفظتها شفاويا كتبت إمتى؟ كتبت بعد موته بمئة سنة أو أكتر كتبت سنة سبعمية قبل الميلاد كتبت هذه القصيدة لكنه في كل أيام حياته ألقى تعليمه وألقى قصائده وألقى شعره وألقى ملحمة ملحمة اللي كتبها كلها العظيمة للأبطال المختلفين كتبها ما لم يكتبها لم يترك كلمة واحدة مكتوبة لكن كل تعليمه وكل أفكاره نشرها شفاويا والناس كانت بتحفظ مش بس القرآن لا دي طريقة التعليم قديما كانت الناس بتحفظ كلنا درسنا عن سكرات سواء في المدارس أو اللي درس في الجامعات درسنا أو اللي بيدرس فلسفة أو اللي بيدرس اللي غيره كلنا نعلم عن سكرات الفلسوف العظيم فلسوف العظيم اللي تولد سنة 470 قبل الميلاد ومات سنة 399 قبل الميلاد إزاي عرفنا تعليمه لم يترك كلمة واحدة مكتوبة ما قالش ما كتبش أي حاجة لكن تلميزاه كل شعراء الإغريك العظماء القدماء قصائدهم وأفكارهم وملاحمهم سوري ملاحمهم ألوها شفويا قبل أن يقوم بعض الناس بعد موتهم بكتابتها ووضعها في نص كتابي أجي لشخص الرب يسوع ماذا عن أعظم معلم في التاريخ البشري أعظم معلم في التاريخ البشري شخص الرب يسوع وعلى فكرة شخص الرب يسوع كان يعلم بالأرامية وإذا ترجم الكتاب المؤدس اليوناني ورجع إلى الأرامي بعض العلماء عملوا كده اكتشفوا أنه 80% من تعليم المسيح القيت بطريقة شعرية للناس تحفظها هكذا كان الإنسان يحفظ من المعلم وأكتر من كده الرب يسوع أيضا استخدم الأمثال كوسيلة للتعليم ومن من إذا سمع مثلا من أمثال الرب يسوع ما يحفظهش هو بيسمعه النهاردة لو أريت مثل الزارع لمجموعة من الناس وجيت بعد أسبوع تقولهم قولوا لي مثل الزارع هيقولوا لأنه مثل طريقة خلاقة للحفظ رب يسوع نشر كل تعليمه ومناداته بملكة الله وكان يقول يعز ويعلم في كل المجامع من الجليل لأرشليل يهودية كان يعلم والناس كانوا بتحفظ تعليمه رب يسوع اتبع الشعر وكان أعظم من علم بالمثل فوق ده كله رب يسوع عندما وعد تلاميذ وعدهم بمجيء المعزي واحدة من أعمال روح الكدس أنه يذكركم بكل ما قلت لكم يعني حتى لو الزاكرة بتاعتكم ضعفة الروح الكدس هيذكركم بكل ما قلت لكم يوحنا 14 طيب أخذ مدخلة وأرجع أكمل محضر الأخ يوحنا سلام المسيح معك دكتور سلام المسيح أخ يوحنا كيفك الحمد لله نشكر الرب اتفضل أنا سامعك دكتور بس بدي أعلق على المتصل اللي اتصل قبل شوي ايه تفضل دكتور هو كان عم بيحشي عن القرآن وأنه القرآن تم حفظه والدليل اللي كان موجود عنده أنه الناس تنقلت القرآن شفاهيا وهذا الدليل نفسه بيضحط نفسه بنفسه لأنه مثلا لو نقرأ من صحيح البخاري بنشوف الحزيفة بن اليمان بعث اللي عثمان هالناس هذول كانوا حفظين القرآن وكانوا كل واحد بيحفظه بس الحفظ دائما بيخلي الإنسان ينسى أو بيزيد وبينقص ولا يوصل لاختلافات هالاختلافات خلت الأنصار كل واحد يقرأ بقراءة شكل وتختلف عن القراءات التانية فكانوا الناس بيوصلوا لمرحلة ليتقاتلوا مع بعض لأن الخلافات أكيد كانت كبيرة لو ما كانت كبيرة لو خلافات بسيطة بالتأكيد ما رح توصل لمرحلة أنه يحدث بيناتهم تناحر وهي شيء هذا كان بعصر قريب لعصر محمد بعهد عثمان بن عفان يعني لستنا مبعدين فشلون هالحفظ هذا بده يوصل عبر أجيال وأجيال وأجيال لا يوصل لعنه نعتقد أنه هذول الأجيال حفظوه خاصة بيقوله مثل ما هو مكتوب باللوحة المحفوظ فافتراضية أنه الحفظ خلاه يوصل لعنه الحفظ ما خلاه يوصل لعهد أبو بكر الصديق ولا لعهد عثمان فشلون بده يوصل لعنه بالنسخة اللي كانت المفروضة في اللوحة المحفوظ عند الله ما بعرف هاي كانت مداخلتي شكرا لك شكرا لك يا يوحنة ربنا يبركك شكرا لك شكرا لك شكرا لك مداخلة مهمة شكرا لك جوبت على سؤال وعلى وضحت حقيقة مهمة طيب أجي لحقيقة وهي بنسميها أي دارس يعرف يعني كلمة كريجما أو إعلان كويس وهذا الإعلان هو إن شخص يعلن شيء عايز يوصل شيء إعلان إعلان حقيقة إعلان عقيدة إعلان عن شخص كويس the proclamation زمان كان الملك لما يأخذ قرارات كان يختار واحد من المقربين إليه جدا واحد موضع ثقة ويقول له هذه القرارات وهذا الشخص يأخذ هذه القرارات الملكية ويجوب المملكة كلها لكي ما يوصل يعلن proclaim يعلن كويس يعلن هذا القرار أو هذه القرارات التي اتخذها الملك في المسيحية كلمة كريجما تعني الإعلان الخاص بيسوع المسيح الرب والمخلص وتلاميذ المسيح هما الذين أعلنوا والرب يسوع كلفهم أنه اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا الإعلان هذا هو الإعلان أنك تكرز أكرز بإيه أكرز بأن يسوع المسيح هو المخلص هو الرب والمخلص كويس فدي كانت مهمة جدا في البداية المسيحية ولما حل الروح القدس على التلاميذ بدأ التلاميذ يقومون بهذا العمل أن أنتم هتكونوا ليه شهودا متى حل الروح القدس تصيرون ليه شهودا والتلاميذ فعلا عملوا كده بدأوا يعلنوا هل التلاميذ كانوا بيعلنوا إلا على مزاجهم لا التلاميذ كانوا بيعلنوا الذي كلفهم به يسوع المسيح الرسالة المكلفين بيها وهي أن يسوع مات ودفن بحسب الكتب وأن يسوع قام وظهر بحسب الكتب وأن يسوع هو المخلص هو الطريق والحق والحياة هذه هي كان مضمون رسالة هذا هو كان مضمون الإعلان هذا الإعلان بعد وقت اكتشف تلاميذ المسيح أن هناك احتياج وبقيادة الروح القدس كتبوا هذا الإعلان في الأنجيل الأربعة فالأنجيل الأربعة تتضمن الكريجمة تتضمن الرسالة المسيحية الأساسية التي أعلنها تلاميذ المسيح المتعلقة بمن هو يسوع وماذا عمل من أجل خلاصنا ده بنجده في الأنجيل الأربعة طيب أجي إلى سؤال دايما بيطرح لنا أنتوا كمسيحيين ما عندكمش الكتابات الأصلية أحنا ما عندناش الكتابات الأصلية كويس وأنا هجي إلى الجزء ده لكن يعني كتابات الأصلية يعني الكتابات الأصلية ده أوريجنال رايتين أو أو بنسميها كويس يعني هي النسخة أنا أنا نفسي ما عنديش النسخة اللي أنا كتبت فيها بإيدي يمكن عندي النسخة الكمبيوتر بتاعة الكمبيوتر محتفظ بيها اللي أنا بعد كده كتبتها الخاصة بالكتاب النسخة الأصلية يعني النسخة الأصلية النسخة الأصلية هي النسخة الأولى أو المسودة الأولى التي يكتبها الكاتب ودي عايز أقول لكم في المسيحية مش موجودة وفي الإسلام مش موجودة وأتكلم عن الجزء ده ده أنت عندك أكتر من كده مسلم عنده أكتر من كده مسلم عنده حتى صحيح البخاري النسخة الاصلية لصحيح البخاري مش موجودة مش موجودة والنسخة اللي مكتوبة عن صحيح البخاري تعود لأكتر من مئة سنة بعد صحيح البخاري نسخة الاصلية دي بنسميها النسخة الاصلية قديما كان الكاتب في أغلب الأحيان يكتب بنفسه زي بوليس الرسول ممكن يقعد يكتب بنفسه ويجيب ويستخدم الورق والحبر او البردية علشان يكتب اللي بيكتبه هذه النسخة الاصلية اللي هي الاوتوغراف اللي بكتوبها يعني بوليس لما قعد وكتب مثلا رميا دي النسخة الاصلية بنقول it's handwriting بتاعت الرسول بوليس بعد كده بيقوم الكاتب طبعا بمراجعة ما كتبه و ممكن يرى بعض التعديلات ممكن يكون وهو بيكتب حصل استهجاء لكلمة طريقة هجاء كلمة بطريقة غلط يعني غلط في الحروف طب زي ما كان يعمل ايه انا عندي هنا في اللابتوب لو انا بكتب عندي حتى دلوقتي يعني spelling corrections يعني واحد بيصحح لي automatically لو انا غلط في سواء الانجليش او العربي كويس طب زي ما وبعدين ممكن اعمل delete واكتب من جديد الكلمة طب زي ما كان يعمل ايه ده الورقة دي غالية جدا ده نسخة الباردي اللي هو جايبها عشان يكتب عليها يمكن دافع فيها اللي عنده يعمل ايه اوقات كتيرة ودي برديات بنشوفها كثيرة جدا انه بيكتب الكلمة الصحة فوق الكلمة الغلط او يحاول يصلح الحرف بطريقة اخرى اللي تكتب دي موجودة في العالم قديم كثيرا الكتاب المحترفون بقى لو واحد كاتب محترف وبيكتب كتير اوقات النهاردة فيه حاجة بنسميها ghost writer يعني ايه ghost writer الكاتب الشبح الكاتب الشبح دوا هو بمثابة السكرتير الذي يكتب ما يمليه عليه المؤلف ده النهاردة عندي حتى في في العالم الغربي اكتر من كده يعني هقول لكم مثلا من الامثال لما بيجي مثلا رئيس عشان يكتب يكتب مذكراته ويطلع لي مذكراته دي مثلا في 700-800 صفحة ليس دار النشر اللي متفق مع الرئيس لتساي كلينتون ولا غير كلينتون متفق معه عشان يكتب مذكراته دار النشر بتعينله كاتب بتعينله كاتب هو يقول الفكرة والكاتب دوا يصغها لغويا بطريقة يعني بطريقة الكاتب المحترف بطريقة الكاتب المحترف ده بيسموه في الغرب ghost writer كويس زمان كان لو الواحد قادر او معلم كبير كان ممكن يبقى عنده احد من تلميذه احد تلميذه ده هو يقول والتلميذ يكتب ودي على فكرة بنشوفها حتى في الاثار المصرية القديمة لما نشوف الكاتب اللي قاعد يعني مربع وحاطت الكتاب على يعني رجليه وبيكتب بيس بيس شخص قادر كان بيبقى عنده زي تلميذ او سكرتير بيكتب ما يملي عليه ودي بنشوفها شفناها في اكتر من رسالة لبولوس الرسول شفناها الاكتر من رسالة حتى بطرس يعني مثلا اقول لحضراتكم بولوس في رسالته اللي رمي اصحاح 16 عد 22 يقوليه يقول انا تريتوس كاتب هذه الرسالة اسلم عليكم في الرب ده السكرتير بتاع بتاع بولوس اللي قاعد مقرفس بيكتب اللي بيمليه بولوس عليه كمان بطرس يقول كده كتبت هذه الرسالة بيد سلوانس والاخ الأمين ايه ده يعني بولوس ما كتبش لا بولوس هو اللي ملاها وسلوانس هو اللي كتبها بيبقى سهل جدا ان انت تقول وحد يكتب غير ان انت تبزي مجهودين مع بعض مجهود انك تقول الفكرة وتفكر فيها وتكتبها في برامج النهاردة سوفتوير كثيرة يعني بتوفر عليك حتى الكتابة يعني حتى النهاردة الايفون وانت لو عايز تكتب ميسيج انت ممكن تقول تنطق وهو يكتبها لك صح بيرجعها المؤلف الاسلي بيراجع اللي كتبه السكرتير واذا وافق عليه يروح ماضي باسمه حتى المحامين يعني النهاردة اي واحد محامي عنده كاتب بتاع اللي بيكتب كويس لكن كان زمان لما يقرى الرسالة اللي هو نطقها وقالها واذا نالت رضا كويس ما فيهاش اخطاء يروح اي ماضي وعش كده بوليس يعني كتير دي امضته بنجد رسائل كثيرة فيها في العالم القديم برديات عليها الاسم المؤلف امضته وبنعرف انه امضته لانها تختلف عن الهند رايتنج خط اليد مختلف عن الكاتب طيب ضياع المخطوطة الاصلية ضياع المخطوطة الاصلية زي ما قلت انه اي عمل قديم بصعوبة جدا انك تجد المخطوطة بتاعته القديم لا نمتلك كل اشعار هم ويروس ما عندناش المخطوطة الاصلية ولا كتابات افلطون ولا كتابات اريستو ولا 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 المخطوطة الاصلية مش موجودة ليه لانه الاستخدام بتاع المخطوطة مع الوقت المخطوطة بالدوب المخطوطة بالدوب حتى ورق البردي اكتر ورق كان مستخدم في الكتابة ده زي ما قلت عمره ستين سبعين سنة من الاستخدام بعد كده ورق البردي ده على الحجارة على المعابد فمع الوقت ما حصلهاش حاجة لكن كان صعب ان واحد يعني اي كاتب زمان ان يكتب على الحجارة يعني ضياء النسخة الاصلية حتى زي ما قلت الكرآن لا يمتلك النسخة الاصلية البخاري ما عندهوش النسخة الاصلية اللي انتو بنين عليه كل العقيدة الاسلامية بتاعتكم ما عندهوش نسخة عش كده هقرلكم جزء في على على قناة الجزيرة على صفحة الجزيرة في المدونات بتاعت الجزيرة هنا العلامة بتاعت العلامة بتاعت الجزيرة هي فوق كويس ودي المدونات ولواحد اسمه شريف محمد جابر كويس شريف محمد جابر اين اختفت نسخة صحيح البخاري الاصلية اين هو هيجي يكلم عن القرآن بعد شوية بس ده عنوان عنوان المدوناة بتاعته بيقول يطرح بعض الباحثين وبعض من يحملون لقب دكتور سؤالا وجيها حول فقدان المخطوطة الاصلية لصحيح البخاري والتي كتبها بيده فهم يتسألون لو كان الامام البخاري قد كتب هذا الكتاب فلماذا لا نجد النسخة الاصلية التي خطها بيده يقولون ان اقدم نسخة مخطوطة لصحيح البخاري تعود القرن الرابع الهجري اي بعد عشرات السنين من وفاة البخاري كويس وهي نسخة الامام محمد ابن احمد المروزي الذي ولد سنة 301 وتوفى سنة 371 وقد سمع صحيح البخاري من شيخ الغريري عام 318 الى اخر فكيف نثق بهذا المنسوب لصاحبه ونحن لا نملك النسخة الاصلية منه ده سؤال مهام كويس كيف نثق في هذا المنسوب لصاحبه ولا نمتلك النسخة الاصلية طيب تيجي للاجابة بقى المفروض يقدمنا للاجابة كويس زي محمد التاعب كده زي ما يعني سب وشتم ده كمان هيعمل كده من الامور المؤسفة اننا نعيش في عصر يطرح يطرح فيه مثل هذا السؤال السازق او الحاجة ده سؤال السازق بايس من لا يسأل عن النسخ الاصلية للكتب اليوم فاذا بدأنا بالقرآن الكريم فنحن نثق ثقة مطلقة بحفظ كتاب الله ومع ذلك لا نجد بين ايدينا النسخة الاصلية المكتوبة على عين الرسول ولا حتى النسخة الاصلية لمصحف عصمان بل وعندما اكتشف العلماء في المانيا مخطوطة قديمة للقرآن تعود العهد الراشدي اكدوا انها مطبقة لما بين ايدينا من القرآن لم يزد ذلك من يقيننا في كتاب الله شيئا كي فاذا يفقيل كتاب الله شيئا فاذا مضينا للكتب البشرية وجدنا ان السزج فقط هم من يعتبرون وجود النسخة الاصلية المكتوبة بخط اللي لدي الكاتب هو الدليل على صحة هذا المنسوب فاحنا قالك انا بقولها لك احنا عندناش النسخة الاصلية للقرآن وما عندناش النسخة الاصلية ليه صحيح البخير وانا كمان بقولك ان احنا ما عندناش النسخة الاصلية ل للكتاب الموادس ما عندش النسخة اللي كتبها متى بيده قد اكتشفها في نسخة كتيرة ما زالت بتكتشف يوم بعد يوم لكن ما عندش هزي النسخة كويس المخطوطة الاصلية وهنا هاجي الى رد مهم جدا وده انا بعتبره يعني ردي لمن يطعنونا في الكتاب المتقدس ها انه احنا ما عندناش النسخة الاصلية وبالتالي لا يمكننا النفق فيما هو بين يدينا انه كلمة الله هفرق ما بين النسخة الاصلية والنص الاصلي يعني المخطوطة الاصلية والنص الاصلي كويس المخطوطة الاصلية المخطوطة الاصلية تحتوي على النص الاصلي المخطوطة الاصلية هي الورقة هي البردي كويس هي الورقة المادية المادة اللي مكتوب عليها النص الاصلي ده المخطوطة الاصلية فالمخطوطة الاصلية تحتوي على النص الاصلي المخطوطة الأصلية مادة النص الأصلي كلمات عبارات هاجي إلى السؤال المهم كويس هل ضياع المخطوطة الأصلية ضياع المخطوطة الأصلية معناه ضياع النص الأصلي إذا ضاعت المخطوطة اللي كتبها متى بإيده هل معناه أن النص الأصلي ضاع أقول لك ممكن يضيع إذا لم يتم نسخ هذه المخطوطة من قبل يعني لو أنا ما نسختش المخطوطة بتاعة متة وضاعت مخطوطة متة يبقى أنا ضاع النص الأصلي لكن إذا نسخت مخطوطة متة وعملت منها عشر نسخ لو ضاعت المخطوطة الأصلية أنا ما زلت محتفظ بالنص الأصلي أقولها تاني يفقد النص الأصلي إذا ضاعت المخطوطة الأصلية ولم يكن لها نسخ كويس هل يمكن أن نفقد المخطوطة الأصلية ويظل النص الأصلي محفوظ؟ نعم وبكل تأكيد إزاي إذا عملنا نسخ من النص الأصلي ده بكل بساطة زمان طبعا قبل ما يبقى الكمبيوتر بيعمل السيفينج اللي أنت بتكتبه أوتوماتيكلي كويس أنت بتكتب مثلا بحث المفروض أنه يعني الكمبيوتر بيعمل حفظ ليه وإنت بتكتب كويس فما عندكش الخوف أنه يضيع كويس فزمان كان ممكن يضيع كان ممكن أكتب حاجة ووضيع الكمبيوتر يحصل له أي حاجة فكان حد من أسات زيتي قال لي اللي أنت تكتبه كويس ابعته بالإيميل لنفسك ابعت الفولدر ده الفايل ده ابعته بالإيميل لنفسك فإذا ضاع من على الكمبيوتر هيظل محتفظ فين هيظل محتفظ على الإيميل فإذا كان محتفظ عملت منه نسخة وهيسعى الإيميل يبقى حتى لو ضاع اللي على الكمبيوتر الهارد درايب بتاعك ضاع يبقى أنت ما زلت محتفظ به ما ضعش وإذا اللي عايز أقوله أنه أنا لو كتبت النسخة دي كتبت المخطوطة دي وتعمل منها نسخة اتنين تلاتة ودي ضاعت ضاعت لأي سبب الأسباب النسخة دي ضاعت دابت ضاعت هل يمكنني أن نقول أن أنا عند النص الأصلي من النسخ اللي أنا معمولة أو الآ يس قد تضيع المخطوطة الأصلية لكن مازال النص الأصلي موجود كويس والكتاب المقدس لا يضاهيه كتاب آخر في عدد المخطوطات بتاعته لا يوجد كتاب على وجه الأرض أريب أريب من الكتاب المقدس لا يوجد كتاب يمكن أعظم كتاب عنده عدد من النسخ والمخطوطات بتاعته حوالي ستمائة مخطوطة الإليازة وبتاعت هوميروس كويس لكن لما يجي الكتاب أنا بتكلم على مخطوطات يونانية بس أكتر من خمس تلاف وسبعمائة مخطوطة عندي ترجمات ترجمات عندي مخطوطات لاتينية فوق العشر تلاف عندي ترجمات حوالي تسعة تلاف و تلتمائة مخطوطة أنا عندي العدد بيعدل خمسة وعشرين ألف مخطوطة للعهد الجديد بس بعضها قليل بعضها قطع صغيرة وبعضها كامل ف وعش كده الرسمة دي توضح لأكتر اللي أنا بقوله لو أنا عندي النص الأصلي مكتوب في مخطوطة أصلية كويس لكن المخطوطة دي النص الأصلي ده عملت منه نسخة ونسخة ونسخة وبعدين جات بعد كده كان كنيسة تانية في أسيا فاخدت رسالة روميا كويس وعملت منها نسخة وبعثتها لكنيسة أفاسوس وبعثتها لكنيسة كورونسوس وبعثتها لكنيسة حتة فلانية كويس لو أنا عندي ده ضاع لو ده ضاع كده هلأ قدر أقول أن أنا عندي النص الأصلي آه أنا ما عنديش المخطوطة الأصلية لكن أنا عندي النص الأصلي أقدر أجيبه من النسخ التي نسخت من هذه المخطوطة حتى لو هذه المخطوطات فيها بعض الاختلافات بالأسلوب العلمي الحديث النهاردة أقدر أقول أنه هذا هو النص الأصلي وده اللي حصل مع كتاب المؤدس ده اللي حصل مع الكتاب المؤدس وده اللي بدينا ثقة في كتاب المؤدس ونكلم عن هذه المخطوطات وعن الاختلافات اللي بينها وعن أسماءها وموجودة فين وبتحتوي على أي الحلقات اللي جاية لكن كلمة الله إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو كلمة واحدة من المكتوب عندنا ثقة كبيرة أن المكتوب هو كلمة الله الموحبية وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضرتكم شكرا للمشاهدة